السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن كيفية اعمل اختبار تفاعلي باستخدام جوجل درايب ونمازج جوجل او جوجل فورمس. هنخش على الكونت بتاعنا في الجوجل زي ما انتم شايفين. يعني والباسورد. تمام? اهو. يديك التأكيد. وبعدين بتخش على الجوجل درايب. هدي عندنا هو جوجل درايب. من جوه جوجل درايب بنفتح حاجة اسمها نمازج جوجل. هندور عليها. نشوف على علامة الزائد هنا. وبنخش على نمازج جوجل. هي ديت النمازج اللي هنعمل عن طريقها الاختبار. بيكون اختبار تفاعلي تماما بشكل كامل للابلاد. يقدروا يكتبوا وتروح الاجابات لهم كمان ان شاء الله. هنشوف دلوقتي هنخش على علامة الترس. ونختار اختبارات. تمام? وبعدين نقول جعل هذا اختبار. يعني انا بقول ده اختبار. بيحدد عشان يديل النمازج المتعلقة بالاختبار. تمام? هنا بيقول اصدار الدرجة. بيقول اصدار درجة مباشرة. انا طبعا مش عايز الطالب يشوف درجته بشكل مباشر. لازم يروح للاول للمراجعة اليدوية للمعلم. وبعدين يرسل الدرجات بشكل كامل. ليه? لان اولا الطالب ممكن يقول الاجابة لغيره. لو جات له الاجابة بشكل مباشر. ثانيا كمان ممكن يكون فيه نوعية من الاجابات ده تحتاج ان المعلم يبص عليها بنفسه. وبعدين هنا بنشيل الاسئلة غير الصائبة. نهو ما بنشوفش الاجابات الصحيحة. وبنخلي بس قيم النقاط. يعني بنحط النقاط بتاعت كل سؤال. هنخش هنا اول حاجة اول سؤال هنلاقي عنوان البريد الالكتروني. ده بنخليه. كمان? وبعدين هنضيف سؤال كمان. هنخش هناك على علامة الزائد اللي موجودة على اليسار. ونعمل اضافة سؤال. السؤال التاني هيكون مثلا اسم الطالب. يبقى دول اول حاجتين بطلبهم ان هو يكتب للبريد الالكتروني والاسم. وبنختار نوعه اجابة قصيرة. نختار نوع الاجابة اجابة قصيرة عشان هيكتب بس فيها اسمه. وبعدين بنعمل علامة مطلوب عشان مش هينفع يتواضع عنها. لازم يكتب. بعدين بنخش في اللي بعدها القسم الجديد. اهو. القسم الجديد هنا هو هنكتب السؤال الاول. نكتب هنا مسلا السؤال. اختار الاجابة الصحيحة. في ما يلي. ونشوف هنا هو ده معنى كده ان هيبقى السؤال اختياري. يبقى هنكتب هنا اول حاجة السؤال. نكتب هنا هو سؤال واحد. احد مسلا. ادي اول سؤالها انها في السكشن هنا او في القسم دوت. القاعدة المتبعة في المتتالية. حداشر. ستاشر. واحد وعشرين. طيب زي ما انتم بتلاحظين هنا هو ان اه الارقام بالانجليزي. ودي ات نقطة للنقاط اللي ممكن تدايق ناس كتير جدا ان الارقام طلع بالانجليزي. هنشوف ازاي نقدر نحولها للعربي. هنفتح صفحة جديدة من جوجل. تمام? وندور على حاجة اسمها سوق كروم. تمام? سوق جوجل كروم او سوق كروم الكتروني. وندور على حاجة اسمها ادوات الادخال. نلاقي ادوات الادخال ونعمل لها اضافة. لمن شايفين باضفها. يقول لك جارة تحقيق. اهو. بعدين لما بتضافها تظهر عندي في شريط الادوات اهيه. تظهرت فوق في شريط الادوات. بعدين بفعلها. بدوس هنا عشان تتفعل معي وتظهر قدامي. بدوس هنا هو بلاقي لوحة المفاتيح العربية. لو مش موجودة بخش انا اجيبها من الخيارات اللي جوه. اهي. ظهرت عندي لوحة المفاتيح العربية خلاص باختارها. وبعدين بروح اكتب. هلاقي هنا هوت جالي خيارات بقى ارقام عربي وارقام انجليزي. طبعا عشان نفعل كمان الانجليزي. فبيجي للخيار. انما لو الناس مفعالة عربي بس بيجي له ارقام عربي فقط. اهو. بنكتب بقى في بقية الاسئلة. اهو. كتبنا السؤال. بنعمل اول خيار. اهو. اول. بعدين اضافة خيار. تاني. نفس الشيء. بعدين اضافة خيار. اهو. خيار التالت. وبعدين خيار الرابع. يبقى كده هنا هوت اربع خيارات لسؤال الاول. اللي هي واحد من السؤال الاول. لان السؤال الاول ممكن يكون في واحد واثنين وتلاتة. بروح هنا بعد كده مفتاح الاجابة. دي مهمة دي. نتعرفها ان انت بتخش بتحدد الاجابة الصحيحة. عشان بعدين يتعلم اوتوماتيك او يتصحح اوتوماتيك تلقائي. وبحط الدرجة. يعني مسلا السؤال دوت من درجتين. فبنختار درجتين. نكتب هنا او. ايهو بالساهم نختار اتنين. وحددت الاجابة الصح. تمام. وباختار تم. بعدين السؤال التاني. نكتبه برضو. من ضمن الاسئلة اللي هي الاختيار اه من متعدد. المتتالية التي تبدأ بيه عشرة وتطرح في كل مرة اربعة. هي ايه? هنكدي برضو هنا اه خيار واحد واثنين وتلاتة. اهو. كتبنا الخرارات. بعدين اهم حاجة تعمل كلمة مطلوب. عشاس الطالب ما ينفعش يبعث بدون ما يحل. وبعدين نعمل مفتاح الاجابة. نختار الاجابة الصحيحة. وبعدين نحدد لها الدرجة. ده كان اول سؤال اللي هو مكون من واحد واثنين. نيجي بال للسؤال الثاني. عايزين نوع مختلف من الاسئلة مسلا. كمان? وهنا حبيت اعرفكم ان احنا ممكن كمان نعمل اسئلة كلامية. فبنقول مسلا استخدموا ارقام خمسة وتلاتة وتسعة واربعة لتكوين اربع اعداد مختلفة. اربع اعداد. كل عدد مقوم من خمس ارقام. ثم نكتبها تصادي. طبعا هنا ما فيش اختيارات هنا هعمله خيار فقرة اهو اخترنا فقرة نص الاجابة. هنا الطالب هيكتب اربع اعداد مختلفين من الخمس ارقام اللي قدامي. تمام? طبعا في الحالة دي هت لازم المدرس يشوف بنفسه ويعلمها. هنا هوت بس بنعمل على علامة مطلوب زي ما شفنا. وبنروح في مفتاح الاجابة ونكتب اه الدرجة فقط. الدرجة مسلا نخلي السؤال الثاني دوت نخليه من اربع درجات. وبعدين مفتاح الاجابة اهو. نروح مفتاح الاجابة وزي ما قلنا ونختار الدرجة من اربعة. نرجع بسرعة كده هوت ندوبس على علامة العين اللي فوق. نقدر نرجع بسرعة الملف اللي عندنا ونتأكد من الاسئلة كلها. طيب هنا هوت ما عملناش اه انوان للسؤال او للاختبار. فبنكتب هنا اختبار رياضيات. وده مسلا الصف الخانس. اه اول ما كتبنا بيظهر الاسم هو كامل. خلاص. زي ما انتم شايفين بيعمل حاجة اسمها سيف اوتوماتيك او اه حفظ تلقائي. خلاص. طبعا هو كل اللي كتبنا دلوقتي بيروح بشكل الالي للجوجل درايب. طيب. بنعمل دلوقتي ارسال وهنرسل عن طريق اللينك او الرابط. دي الرابط عندنا كبير قوي. هنعمل حاجة اسمها تقصير الرابط. عشان يبقى نصير شوية. وناخده كوبي. خلاص كده انا خدت كده الرابط. اقدر اروح عندي في الفصل. واخط. ادي هوت الاختبار موجود عندي في جوجل درايب. اهو اقدر افتحه في اي وقت. واشوفه وتطالع عليه. طيب. دلوقتي المدرس هيعمل ايه? المدرس هيخش للفصل بتاعه. ويروح يشوف الطلبة ويبعت لهم الاسئلة. اهو دخلنا على اللي هي المنصة التعليمية بتاعت جوجل. ادي عند الصف الخامس. بخش على الواجب الدراسي. وبعمل انشاء وبعمل تكليف او اختبار حسب الخيار اللي عندك. وبكتب انهوات عنوان للاختبار مسلا ده اختبار الاضياط. ممكن هنا اكتب اي ملحوظة وبعد هنا اخط الرابط تحت او اضافة رابط. وهنا بعمل لسق للرابط اللي انا اخدته. وبعمل اضافة. تمام. كده يبقى اضاف الاختبار. هنا بحدد عدد النقاط او الدرجات اللي هياخدها. احنا قلنا من تمانية. تلات اسئلة من تمن درجات. وهنا بقدر احدد وقت تسليم الاختبار. ممكن اخليه في نفس اليوم زي من شايفين في نفس اليوم. واختار كمان الوقت بالزبط يكون مثلا خلال ساعة. يعني الساعة مثلا لو عندي اتناشر. ممكن اقول الساعة واحدة كله يسلم. تمام? اهو بنختار اي وقت. تمام? وبعدين بعمل تعيين. يعني معناها ارسل خلاص الاختبار. كده خلاص تم الارسال. اهو طالب من الطلبة. دلوقتي بيشوف الكلاس روم بتاعه. الصف. بيدوروح للواجب المدرسي او الكلاس وورك. تمام? بيخش على هيلائي اختبار رياضيات. بيخش على اختبار رياضيات. هتفتح معنا مازج جوجل. ادي الاختبار هو. لازم يكتب البريد الالكتروني بتاعه. بيكتب البريد بالكامل بشكل صحيح. وبعدين يكتب اسمه. تمام? وبعدين التالي. يبدأ بقى في حل الاسئلة. ادي السؤال الاول. زي من شايفين من نقطتين او من دركتين. السؤال التاني نفس الكلام من دركتين. بعدين بيعمل تالي. تمام? بيخش للصفحة اللي بعدها. بيبدأ هنا هوات يجاوب هنا هوات يدويا. لانه مطلوب منه انه يكتب اربع ارقام. بيكتب ادي اول رقم وبعدين تاني رقم. تالت رقم ورابع رقم. طبعا السؤال ده لازم المدرس يصححه يدويا. ويددله الدرجة يدويا. بعد ما بيخلص الطالب ويكتب الارقام كاملة. بيعمل ارسال. كده هوات الطالب خلاص ارسل لقد تم ارسال ردك. بيروح المدرس يلاقي في نمازج جوجل او في جوجل درايف. هيفتح هناك النموذج جوابت على الاختبار. ويشوف الردود. هيلاقي ان في ردود جات له. اربع ردود. يعني في اربع طلاب حلوا وبعتوا حلهم. ادي احصائية كاملة للحلول. تمام? ادي ملخص هنا هوات. بيقولك ان المتوسط اتنين ونص من تمانية. طبعا ده بدون السؤال اللي من اربع درجات الاخير. لان السؤال الاربع درجات ده بيصححه يدويا. اهو ادي النتائج. بيقولك كمان اه درجة كل طالب. تمام? بيقولك ان لم يتم اصدار النتيجة بعد. طبعا لان زي ما قلنا فيه سؤال يدوي لازم المدرس يشوفه. ودي اسماء الطلبة. وهنا مسلا السؤال دوت بيقولك ان فيه تلات اجابات صحيحة من اربعة. يعني فيه تلات طلبة جاوبه بشكل صحيح من اربعة. اهو احصائية كاملة متكملة عن كل شيء وعن كل سؤال. السؤال التانيج بيقولك ان فيه اتنين طلبة جاوبه صح. اهو اتنين من اربعة. ونيجي بقى للسؤال التلاتة اللي احنا قلنا بيتصحح يدويا من المعلم. لازم المعلم يشوف كل اجابة طالب وبعدين يدي له الدرجة. اهو بنخش هنا هو في قيمة التانية اللي هي قيمة السؤال او قيمة الاسئلة. هنا برضو بيقدر يطلع دلوقتي بيقولك ان فيه كل طالب عنده رد واحد بلا درجة. ان فيه كل طالب ما خدش درجة طبعا السؤال اللي احنا قلنا عليه اللي لازم يصححه المعلم يدويا. تمام? هنا برضو ممكن المدرس يخش يشوف قيمة الاسئلة ويصحح بقى الاسئلة ويتأكد من الاجابات. يخش هنا هوت مسلا. ادي السؤال الاول اهو. يخش يشوفه. هيلاقيه طبعا متصحح ترقائيا. عشان احنا كنا عاملين حاجة اسمها اه الاجابة. كنا احنا كتبيني الاجابة ومحددينها. وهنا السؤال التاني نفس الشيء. ونروح السؤال التالت. هنلاقي ان السؤال التالت هو اللي محتاج لسه يتصحح. اهو. وزي ما انت شايف من اربعة من اربعة درجات. فبيقدر يشوف الاجابة. وبعدين يكتب الدرجة. مثلا الطالب ده ياخد تلاتة. الطالب التاني ياخد تلاتة. والطالب ده مسلا ياخد اربعة من اربعة. والطالب اللي بعده ياخد مسلا اربعة من اربعة. كده خلاص انا خلصت كل الاسئلة وبسط عليهم كلهم. اقدر اعمل حفظ. خلاص كده حفظت. يبقى كده تم تصحيح كامل الاختبار. كده خلاص بيقولك اجمال النقاط فهو هم اكتوب ثمان نقاط. اقدر اخش بقى على الاكسل شيت دوت. واعمل حاجة اسمها انشاء جدوى البيانات. هنا انشاء جدوى البيانات بيديني احصائية كاملة عن اجابات الطلبة ودرجاتهم وكل شيء متعلق بهذا الاختبار. اهو لما يفتح هنشوف ادي هنا هو قائمة قائمة كاملة بيقولك ادي درجات الطلبة. اهو. مترتبة. حسب اللي بعت الاول. الطلب اللي بيبعت الاول. درجات تظهر الاول. اهو. حسب الوقت. الزمن. ودي اسمها الطلبة. تمام? ودي الاسئلة. ادي السؤال الاول. والسؤال التاني. ودي السؤال التالت. ده كانت اه رؤية سريعة لنمازج جوجل وكيفية عمل اختبار تفاعلي له. وارجو انتم تكون استفدتم باشرح النهاردة. وياريت اه تشتركوا معنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة.